مفيش شك إن الأكسوجين شرط أساس للتنفس للبقاء على قيد الحياة بس يطرى الأكسوجين النقي ممكن يقتل الإنسان لو تنفسه؟ الإجابة A بس خليني أوضح لك إزاي الهوى اللي بنتنفسه بيحتوي على 21% من الأكسوجين و 78% من النيتروجين وغازات تانية يعني مفيش مشكلة لو استنشاكت أكسوجين نقي بنسبة 100%؟ وقتها أقولك لأ استنشاك الأكسوجين النقي بان في البداية إن مفيد لإننا عارفين أهمية الأكسوجين في دعم حياة الإنسان لكن لازم تعرف إن الأكسوجين النقي قاطل وضر بشكل ما تتخيلوش والقصة بتبدأ مع الجزور الحرة ودي جزيئات غير مستقرة بتتولد في جسم الإنسان بشكل غير طبيعي أثناء عمليات التمثيل الغذائي لكن لما الإنسان بيستنشك أكسوجين نقي بتركيز عالي بيتم إنتاج كميات ضخمة من جزيئات الجزور الحرة اللي بتكون أشبه بالقنابل الزغيرة اللي بتدمر الحمض النووي والبروتينات والدهون في الخلايا وهنا بيبدأ الخطر الحقيقي لأن الجزور الحرة ما بترحمش الجسم وهي واحدة من العوامل الرئيسية لتلف الخلايا والشيخوخة المبكرة مش بس كده ده الإفراط في الأكسوجين النقي ودخول كمية كبيرة منه للرئة بيعمل مشكلة اسمها التسمم بالأكسوجين وده بيؤدي إلى تضهور الرئة وتورم في الأنسجة وصعوبة في التنفس وكمان التهاب رئة وحاد كمان الموضوع مش هيقف عند الرئة بس ده الجهاز العصبي كمان هيتأثر بشدة الأكسوجين النقي تحت ضغط مرتفع زي ما بيحدث في حالات الغوص الغمير وده بيخلي الغواص يجيله نوبات عصبية أشبه بنوبات الصرعة ودي بتكون من أخطر الحالات اللي بتنتهي بالغرق تحت المية الفكرة باختصار إن أجسامنا مصممة لتحمل توازن ضقيق بين الأكسوجين والنيتروجين وغازات تانية والإفراط في أي غاز هيعمل عطل في التوازن ده وبالتالي الرئة هتتضمر والإنسان هيموت